دايما بحيي الام حقيقي بجد يا جماعة الست اللي بتبقى مربية بنتها على انت زوجة مش انك هتبقي زوجة وبس عشان لو ما جاشت زوجة تتصدم مقصودش كده اقصد ان هي معديها اليوم زي ده مش بيبقى الاعداد بان انا باعد اجهز البنت واعد اجهزها بمش عارفة بكم طقم ملايات وكم طقم مش عارفة ايه والحاجات بتاعت البيت وكمالياته او اساسياته وهي ذات نفسيها داخليا مش معدة ان هي تبقى زوجة ولا فهم يعني ايه زوجة عمال اتعايت كلها ما اقول لها زوجة حاجة اتعايت كلها ما تيجي مشكلة اتعايت وروحني الامي وعايز الامي هو نفس الكلام فاكر ان هو عليه بس يجيب الماما او يشتغل ويجيب المصروف اكله وشرب احمد ربنا ما خلاص ما انا كده ما علي ايه لا ده مش جواز احنا علينا مسئوليات تجاه بعض احنا علينا حقوق وواجبات تجاه بعض لازم نفهمها ولازم نعرفها ده شيء مهم طيب النقطة التانية اللي انا حابة اتكلم فيها ودي نقطة معلش سامحوني انا بكررها كتير وهعمل فيها سلسلة كبيرة يعني هعمل فيها سلسلة تخاطب الزوجات وتخاطب الازواج الزوج المغترب يعني اما يطلب مني الازواج ان انا ورجال ان انا اتكلم فيه دور المرأة كزوجة مع زوجها المغترب طيب خليني ابتدي بيك واجي بيك وعملك انت الضحية في البداية كده واقول انت كمغترب المفروض تعمل ايه لزوجتك انا كمغترب المفروض ان انا اعمل ايه انا عارفة ان هم الله يعنهم وشغلين 12 ساعة و13 ساعة ودوام في دوام ممكن يكل معلبات ولا سندودش معرفش ايه وينام على ايه عشان يوفر لامراته والزوجته والعياله حياة كريمة وحياة يتعلمه كويس يكله لقمة كويسة وهكذا جميل جميل ان احنا نعمل حاجة زي كده لكن الاجمل من دوت ان انا اراعي البيت والاسرة يعني هي ما جاتش على خمس دقايق ده بقى الواجبات لكل مغترب اسمع مني انت عليك على الاقل كل يوم خمس دقايق لكل عيل من اولادك تشوفهم زوم ولا تشوفهم كاميرا وتسلم عليهم ازايكم عاملين ايه الحمد لله كويسين سلام عليكم كويسين ادعي سلام خلي بالك من امك ما تعزبهاش كده اللي بعد اللي بعد خمس دقايق وليك عشر دقايق يا سيدي ما بقترش عليك يعني هي بجملة ان عارفة ان انت تعبان وعارفة ان انت هي كمان شاي لحمل وهي كمان بتبقى محتاجة فقط فقط الدعم المعناوي قبل الدعم المادي انا مليش جعب الناس اللي مش اسوية على فكرة هيجي قولك ايه اصلي فيه زوجة الزوجة دي ما عارفش بتعمل ايه والزوجة هي اهم حاجة عندها الفلوس ودي واحدة هي بتكلمش عالناس اللي مش اسوية انا اللي بتكلم عالناس الطبيعية الناس اللي مش هقول لواحد له حالته نتكلمها بخصوصياتها بحلولها لكن انت كراجل يعني انت كراجل وكزوج وكمسؤول هي مستنية منك مستنية الزوجة بس كلمة دعم عشان تعرف تواصل في بقية الحياة مع اولادها وشايلة حمل قطر خيرها وقطر يا ستة الله ربنا يجزيكي خير لكن لا ارعيها ولا ارعي امورها ولا ارعي ظروفها واجي بعد كده اتكلم على نقطة مهمة واقول ان اصلها مقصرة اصلا ما نشعارف زوجتي فين لا كل يوم لازم تتابع زوجتك وتقعد مع العشر ده اسمع منها تفاهمها لما تيجي تكلمك في مشكلة حصلت مش تقول لك انت نيكادية وانت على طول بتقول هي ما بتحكي المشكلة تحكي المين هي مستنية راجلها مستنية الراجل المفروض ان هي مسؤولة منه امام الله سبحانه وتعالى سندها دعمها اللي معها القوامة الراجل بتاع البيت مستنية علشان تاخد رأيه وتشوف كذا وتقول له حصل امال تقول لي مين يعني هي متضايقة ومتنرفزها استحمل دقتها وانت لو انت نفس الكلام هي تستحمل دقتك هو ده الحل خلاف كده مش هنعرف نعيش خلاف كده هتبقى الحياة واي كلمة الزوجة تقولها واي كلمة الراجل يقوله خلاص لا هو مستحملها ولا هي مستحمله وده موتة صراحة يعني انا 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 شايفة يعني يعني معلش سامحوني انا شايفة ان الامر ده بيبقى يعني محتاج نوع من انواع شوية شوية من حب عليك وحب عليك لكن اجي اقول ان لا انا خلاص دوري انا حرام انا مطحون انا كذا انا كذا انا كذا ده اطلب منك فقط ربع ساعة كل يوم قبل ما تنام افتح زوم لزوجتك وعيالك ما تجيش بقى بعد كده تقول هو ايه اللي حصل اما تكلمني والله انا مش عايزة يعني اتنرفز ولا عايزة عيط لا مش هتنرفز هعيط مش عايزة عيط اما تكلمني زوجة وقلتلكم فانا بحل مشكلتهم دلوقتي بقى لي ثلاث أسابيع كويسة وصلحة وانا عارفة ان هي كويسة وتبكي تبكي وتقول لي يعني ايه يعني ايه ما يكلمنيش يعني ايه ما يرعيش يعني ايه ما يسمعنيش امال مين يسمعني الزقاب بقى اللي بيخشولك عن طريق الراوتر بقى الزقاب يعني تسمعها بقول ما بكترش عليك ان الله يعينك الله يعينك ويعينك في غربتك ويا رب يرجع كل مغترب لبيته ولزوجته ولعياله يا رب الله مأمين ويرزقهم من خيري الدنيا والآخر وبقى عندهم خير الدنيا والآخر لكن اجي الابو السلاقي ان هي تعود نقص ان زوجها كذا في واحد جاي لها مش عارفة فين ولا مش عارفة سمعت فين برا ولا بتتعامل ما هي دايرة الامر والمصالح غلط يا جماعة غلط ما ينفعش ايه دي نقط وزي ما بطلب منه يا دي الزوجة هو بدأت بيه هو عملته الضحية رقم واحد وزي ما بطلب منه انه يعمل كده انت كمان انا بطلب منك انت نقتطقي الله في بيتك وعيالك وتقفلي كل باب شر دي شر وتقفلي باب كل حد بييجي عشان تيجي في الاخر تقولي ايه طب ما انت اللي فتحت الباب اتقي الله وما تعمليش كده وخليك ببيتك وأولادك وطلبي من زوجك صراحة وقولي له والله وقفت امام الله لو اثر في النوطة دي ترجمة نانسي قنقر